ترأس سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وافد مملكة البحرين المشارك في عمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في الدوحة بدولة قطر الشقيقة وفي كلمة له أكد حميدان أن مشاركة مملكة البحرين في اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية تأتي انطلاقا من الأهمية التي توليها المملكة للعمل الخليجي المشترك وتعميم التجارب الناجحة فيه والارتقاء بالعمل الاجتماعي الخليجي لافتا إلى أن البحرين حريصة على الإسهام في إنجاح الفعاليات والأنشطة التي ينظمها مجلس الوزراء العمل والشؤون الاجتماعية لما لذلك من دور بالغ في الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك وتعزيزه وخدمة قضاياه ترجمة نانسي قنقر